السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هقدم ليكم رز السمك رز السمك اللي عملتوا بشربة سمك ناجل انا عملت من السمكة صنية بالبطاطس زي السنجاري وعملت منها برضو صنية بالسلسة الاتنين كانوا جمال جدا وهنزلها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف وده بقى الرز بتاعنا اول حاجة خالص هنعمل شربة السمك معايا هنا حلة حطة فيها بصلايا متقطعة اي تقطيعة هنحط عليها حوالي معلقتين من الزيت وهنزود معلقة كبيرة من الملح وده بيكون الملح بتاع الشربة ودلوقتي هبدأ ان انا اشوح البصلا اه معايا هنا جزرية متقطعة نص طماط ماية وكرفس ده كرفس مجمد بحتفظ بيه بالفريزر بطلعه وقت الاستعمال وطبعا لازم بدام الكرفس طلع من الفريزر بتحط وهو على طول على البصلا سخنة من استناش شوية لغاية لما يفك عشان ما يسودش اه دلوقتي انا حطيت المكونات كلها على بعض دلوقتي ان هي تاخد تشويحة واحط معايا هنا كمان نافصين من التوم قطعاهم نصين بس طبعا كل الحاجات دي احنا بنصفيها وبناخد الشربة مش محتاجين الحاجات دي خالص ودلوقتي دي راس السمكة وده الديل ونحط دلوقتي البهارات عبارة عن ايه معلقة صغيرة من بهار السمك ربع معلقة فلفل اسود ربع معلقة قصبرة ناشفة 3 فصوص حبهان مفتوحين وكم واحدة ورق لوري اه ودلوقتي هنضيف عليهم مية سخنة لغاية بس منغطيهم احنا مش حطين كمية من السمك كبيرة فاحنا مش هنحط مية كتير يعني كفاية اول مية دي وهنقلب كله مع بعضه هنسيبها لغاية لما تتقل معانا وتتركز ودلوقتي هنسيب اللي هي راس السمكة او الشربة تتعمل هي تقريبا خلاص استوجت هنعمل دلوقتي الرز هنجيب حلة ونحط فيها بصلايا متقطع صغير وهنحط عليها معلقتين من الزيت ودلوقتي هنضيف عليها الملح هنحط معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة وطبعا ملح حسب التزوق وهنبدأ ان احنا نشوح البصلة بعد كده هنحط عليها دي كباية من الرز البسماتي مخصول ومنقوع بقاله ساعة وهنقلب الرز مع البصلة وخلاص انا دلوقتي صفيت الشربة اخدت بس الشربة مش هايزين الحاجات التانية دول حوالي كبايتين كباية الرز البسماتي بتاخد كبايتين مية او كبايتين شربة ودلوقتي هنزود طبعا بهرات عشان نعزز النكهة معنا نص معلقة من البهر السمك نص معلقة من الكاري ورقتين لوري ووحدة لومي وهنقلب كله مع بعضه وهنسيبه على نار متوسطة لغاية لما يشرب الشربة خالص ودلوقتي ده بيكون شكله بعد ما شرب كل الشربة هنقلبه كله مع بعضه كده بالراحة بالشوكة وهنوطع عليه النار خالص وهنغطي الحلة لغاية لما الرز يستوى معانا وكده خلاص بيكون الرز بتاعنا استوى هنقلبه بالراحة بالشوكة علشان ما يتقصرشي وهناخد واحدة من الرز كده على صبعنا وندعكها كده اذا ادعكت معانا بمنتهى السهولة زي ما حضراتكم شايفين كده يبقى هو كده خلاص استوى وجاهز ان احنا نقدمه وانا قدمته مع السمكة ناجل اللي عملتها في الجزء الاول بالشكل ده وطبعا ممكن ان احنا برضو نقدمه لوحده بالشكل اللي قدامنا ده اللي انتوا عايزينه ممكن تقدموه تحت السمكة او تقدموه لوحده اتمنى تكون الطريقة بتاعتي عجبتكم اذا عجبتكم الوصفة بتاعتي اشتركوا على القناة فعالوا الجرس اوه هتنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو بالفة هانا وعافية وهنزل ان شاء الله الرابط بتاع اجزاء السمكة كلها في صندوق الوصف واتمنى ان انتوا تتابعوني